السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واليوم الثنين أربعة دجانبير 2023 واللينا كنسمعوه في أوروبا الناس رجال كيقتلوا العيالات ديالهم وانا من الناس الفقهاء اللي كيتصلوا بيالنساء كيبغيروا يبعدوا رجلهم من العش خصوصا النساء اللي مشاول أوروبا قبل ما يديري هاد المصيب أختي وانا كنعطيهم النصيحة ولا ألبي رغباتهم ما كنلبيش الرغبات ديالهم هاد النساء هادو ورسالة للنساء مع هاد الخاتم الزمرو ديال الرجال وديال النساء كذلك مهمادة ديال الرجال ديال التجارة وديال ما أحبت النساء والطعام والزوجة الرزوع والزوجة لا قل يالها مشي كامل للنساء وكي الأغلبية غادي نقول في أوروبا 70% وبقى 30% صالحة 70% ديال النساء الراجل كيدين لها الوريقات كيدين لها الوريقات ديالها ويقدلها شغولها ويقدلها الأمور ديالها كتبغي تلوحو الزنقة وبالاتفاق الأغلبية أنا كنلقى باتفاق الأبناء والبنات في أوروبا وكيلوحو ديال الزوج ديال الرجل ديال المعين ديال الأسرة 30 سنة 25 سنة وكيلوحو في الزنقة وكيلوحو وكي يبات في الجامع كيلي كي يبات في الجراضي أنا كنهضر في هولندا الناس الوافتة هم تيعانيهم مع النساء أغلبية الناس العرب هم تيعانيهم مع النساء الأمازيغ ييعانيهم مع النساء كم النساء اللي يمشون التماء كي يديروا السيستيم كي يخرجوا عقلهم أنا كنقول هذي غيك تلوحو يتقلقوا من المشي المشكل وكي يبغي يلوحو ذاك الراجل المسكين ذاك الضعيف ذاك الراجل المعين اللي عن هاد الأسرة وطلعها وحليها عوينتها في أوروبا بالحقوق بالواجبات بالدراسة بالطبيب هذه المشت الطبيب مشت الدراسة مشت الحياة الجميلة والدنيا جميلة كما قال الله عز وجل المال والبانون زينة الحياة الحياة الدنيا يعني المال هي دخلت فيه الدنيا وكما قاق أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن هذه الدنيا الدنيا ملعون ملعون من فيها إلا ذكر الله وما ولا اتقوا الله يا معشر النساء في أزواجكم وإحنا لا سمعنا البارح وإلا البارح رجال دبحوا النساء ديالهم من الوريد إلى الوريد لماذا الغضب واحد الإنسان شق معك طريف ديال الوقت وجابك الأوروبا وضحى ودلك الوريقات وشوية دلت علي وبغيت تخرجيه للزنقة باش يبات في الزنقة مصير وكي مصير هؤلاء النساء التي ديوا بإحنا لأن الغضب ره الصعيب والخيانة العظمى هي الإنسان إلا لحتيه للزنقة أنا كان أهضر هنا على الناس ديال الأوروبا يا معشر النساء اتقوا الله عز وجل في أزواجكم رسول الله مصع للنساء ولكن هذا السيد هذا هذا الواجب دياله لا لا بغي يحكم لي يا دك السيستيم لي جاب لا لا أنتم مسلمون المسلمين بل إنسان يكون مسلم بغى العرض دياله بغى الحشم دياله بغى المسائل دياله بغى الطابع دياله وبغى تقصد دياله ويحتفظ عليهم ولو هو في أوروبا أنا من هذا من البر النساء عليها أن تتقل عز وجل في الرجال ماشي كلهم 70% وهناك 30% محبة وطع إنسان ما تفاهم مناش غان ينديروا التاويل ولكيني باش انت يطلعاك ويطلع لوليدات يدار معاك العشي ديالك وتخرجوه وتلمو عليه وتخرجوه للزنقة ذكرها ماشي بنت الخير وماشي بنت الأصل ماشي بنت الخير وماشي بنت الأصل وكتلقاها متدينة هذا هو المصيبة الكبرى وهذه المتبرجات قليلة كنت سمع على خرجات الراجل للزنقة مرة متبرجة مرة ناشتة مرة ما عندها سوق ما كنت سمعش هذا الكلام وكنت سمعه عند الحجة وعند النساء المتحموا حجابات وعند النساء اللي زعما قلنا داخل نسوق رأسهم وكيخرجو فهم دي الفاعي وكي يعضوف ذاك الراجل المسكين ذاك الراجل التلويش وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم هذا خاتم الزمرود للرجال تجارة طاعة المحبة بين النساء والرجال رجوع المرأة إلى عقلها ورشدها شام الأسرة هذا الخاتم الزمرود الأسود محتاج الزرق هذا تاورع الزمرود الأزرق ومرحبا بجميع وإن أحبكم في الله